كان بعض الصحابة إذا حدث أمه أو أباه قال يا سيدي يا سيدتي في أستاذ سافر إلى بلد نفطي وهو في رتبة عالية جداً وظيفية بجب لي أمه على العيادة أمه عمره شيء تسعين سنة كل ما بدي يقول له يا أستاذ بتحب أن نساوي هيك أو هيك بيقول لي سأل الأميرة بتريد الموعد الجاية يكون الأحد لما التنين شوف الأميرة تعود أن تخاطب أمك وأباك بألفاظ الاحترام لا تمشي أمام أحد والديك بل بجواره أو خلفه أدباً وحباً رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلين يمشيان أحدهما أسن من الآخر قال للصغير ما يكون لك هذا؟ قال أبي قال إذن لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله لا تحد النظر لوالديك خاصة عند الغضب كلمة أف معصية فاحذرها إذا رأيت أحدهما يحمل شيئاً فسارع في حمله وقدم له العون إذا دخل أحدهما المكان الذي تجلس فيه فمن البر أن تقوم لهما وتسلم عليهما وتحتفي بقدومهما وتقبل يديهما أو رأسهما وتوسع لهما في المجلس وليس من البر بقاؤك حيث أنت ملتفتاً عنهما منشغلاً بغيرهما إذا خاطبت أحدهما فاخفت صوتك عند الأكل معهما لا تبدأ الطعام قبلهما إلا إذا أذنا لك إذا ناد أحدهما فسارع بالتلبية بريض النفس وإن كنت مشغولاً فاستأذنهما لإنهاء شغلك وإن لم يأذنا لك فلا تتذمر ادعو لوالديك خاصة في الصلاة أظهر التودد لوالديك لا تكثر الطلبات منهما وأكثر شكرهما إذا مرض أحدهما فلازمهما استطعت وقم على خدمته ومتابعة علاجه احفظ أسرارهما إذا أخطأت معهما فاعتذر قدم لهما المال وأنفق عليهما فلا يحتاجان أحداً ما دمت قادراً على بذل المال لهما أكرم إخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك إكراماً لهما إذا كنت عندهما ورأيتهما منشغلين بأمر فمن البر أن تساعدهما في هذا الأمر إن إن زعج منك أحدهما أو حزين فمن البر ألا يمر يومك أو تطوى ليلتك حتى ترضيه وتدخل على قلبه السرور كما أدخلت عليه الحزن إذا أردت القيام بأمر مهم كسفر أو دراسة أو بيع دار أو اختيار زوجة فمن البر أن تستأذنهما وتستشيرهما إذا احتدم نقاش بينك وبين أحد والديك من البر أن لا ترفع صوتك أمامه ولا تقدم رأيك على رأيه وأنت طمئنه أنك ستبذل في تطبيق رأيه ما استطعت وأغلق النقاش بهدوء اشتركوا في القناة